هذا وكشفت شبكة سيان أن الأخبارية الأمريكية عن وثائق سرية تكشف الاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي وقعت عليه قطر في عام 2013 وكذلك الاتفاق التكملي في 2014 والذين لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما وثائق اتفاق الرياضة الذي عقد عام 2013 و2014 بين دول مجلس التعاون تار النور بعد أن أماطت عنها اللثام شبكة سيان أن الإخبارية اتفاق كان من المفترض بمقتضاه أن تتوقف قطر عن كل ما يعكر صف وأمن واستقرار الخليج وعلى الرغم من تعهدها بالالتزام بالبنود إلا أنها نكثت كل ما وقع عليه الأمير تميم بن حمد بن خليفة الثاني بل عملت على نقيض ما ذكره الاتفاق الوثائق المسربة شملت وثيقة اتفاق الرياض الذي تم في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز والذي عقد في 2013 بوساطة الكويت وبتوقيع أمير قطر وجاء في بنودها أن تلتزم قطر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس وعدم إيواء وتجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته وعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين أو أي منظمات أو أفراد يهددون أمن واستقرار دول المجلس ومما ورد في الوثائق أيضا هو نص الاتفاق التكملي والذي عقد في الرياض عام 2014 حضره قادة دول المجلس بدعوة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وإضافة على الاتفاق الأول أورد نص الاتفاق التكملي بنودا تنص على عدم إيواء وتوظيف أو دعم أي شخص أو وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسئ إلى أي دولة من دول المجلس بشكل مباشر وغير مباشر في الداخل والخارج وليحتاج هذا البند إلى شرح للوصول إلى مطلب إغلاغ غنات الجزيرة التي كانت سببا رئيسا في الخراب والدمار عبر نشرها للفتنة وترويجها للإرهاب فيما تضمن النص أيضا التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستغرارها لكن الدوحة نكثت ما جاء في الاتفاق الأول والاتفاق التكملي رغم توقيع أميرها على الاتفاقين كما أن توقيع وزير الخارجية القطري السابق كان حاضرا على نص آلية تنفيذ اتفاقية الرياض والذي كان من ضمن الوثائق المسربة وقد شمل جميع الإجراءات المطلوب الالتزام بها فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية وقد ختم النص بعبارة وفي حال عدم الالتزام بهذه الآلية فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وهنا لا تلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على ما اتخذته من إجراءات صادق عليها مسبقا أمير قطر بعد أن نكث الأمير ونظامه كلما جاء في الاتفاق ظن منه بأن الاتفاق كان وسيبقى حبرا على ورق